لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للجزء الثاني من النص المسترسل للوحدة الخامسة تحت عنوان من آثار تخريب الغابات سنحاول أن نقرأ الجزء الثاني ونجيب عن هذه الأسئلة بن بيتنا فيه هذا الكم الهائل من الآتات والأدوات الخشبية كم من الغابات دمرت لصنع آتات بيتنا وآتات جيراننا وحينا ومدينتنا ملايين الأشجار اجتتت لتتحول إلى آتات توجهت إلى المطبخ قائلة هنا لن أجد آتات خشبيا كما هو الشأن البهو وغرفي النوم وانشغلت بمساعدة أبيها وهو يعد وجبة العشاء لكنها ما كادت تمسك بالسكين حتى آثارها مقبضه الخشبي ورفعت رأسها فرأة الملاعق الخشبية والأبواب الخزانات تساءلت الطفل ألا يمكن الاستغناء عن كل هذه المصنوعات الخشبية إذن بالنسبة للسؤال الأول أحدد علاقة عنوان النص بعنوان الجزء إذن عنوان النص رئتنا في خطر وعنوان هذا الجزء من آتار تخريب الغابات إذن علاقة عنوان النص رئتنا في خطر بعنوان الجزء الثاني من آتار تخريب الغابات أن أتات المنازل هي التي سببت هذا التخريب في الغابات عن طريق قطع الأشجار وهذا القطع أضر بالغابة وبالتالي أضر برئتنا التي هي الغابة إذن رئتنا تعتبر الغابة رئتنا جميعا إذن بالنسبة للسؤال الثاني أتأمل الصورة إثنان بالصفحة 150 وأتوقع مضمون هذا الجزء إذن هذه هي الصورة إثنان من الصفحة 150 إذن هذا مطبخ فيه هذه الخزانات وكذلك الأدوات والتي هي كلها خشبية كما يظهر في الصورة إذن الصورة إثنان بالصفحة 150 تبين آتار العدوان في منزلنا على الغابة وبالتالي فهذا الجزء سيتحدث عن هذا العدوان وكيف يتم هذا العدوان على الغابة وهذه الآتار نراها يوميا في بيوتنا وفي جميع غرفنا إذن هذا هو ما توقعته حول ماذا سيدور هذا الجزء أو حول ماذا سيتحدث هذا الجزء إذن بالنسبة للسؤال الثلاثة أقرأ جهرا وسرا وأحدد المعاني الكم الهائل دمرت واجتتت إذن الكم الهائل أي عددا كبيرا جدا كم هائل من الأشجار أو عدد كبير من الأشجار دمرت بمعنى خربت دمرت بمعنى خربت واجتت بمعنى اقتلعت اجتت بمعنى اقتلعت إذن السؤال الرابع يوجد سببان لتوجه الفتاة إلى المطبخ أحددهما وأبين السبب الرئيسية والسبب التانوية إذن هناك سببان هما اللدان دفع الطفلة للتوجه إلى المطبخ إذن ما هما إذن توجهت الطفلة إلى المطبخ لسببان السبب الرئيسي هو معرفة هل المطبخ يوجد به آطار للعدوان على الغابة أي هل هناك آتات خشبي في المطبخ ثم السبب التانوي وهو السبب التاني هي مساعدة أبيها لإعداد وجبة العشاء إذن هذان هما السببان الذين اللدان دفع الطفلة للتوجه إلى المطبخ بالنسبة للسؤال الخامس أحدد التساؤلات التي طرحتها الطفلة وأجيب عنها وكذلك بالنسبة للسؤال السادس أتوسع مع زميلاتي وزملائي في الجواب عن تساؤلاتها إذن هذين سؤالين في سؤال واحد في سؤالين إذن استساؤل أول قالت الطفلة بيتنا فيه هذا الكم الهائل من الآتات والأدوات الخشبية إذن سنجيبها ونقول لها نعم في بيتها أو في بيتك هذا الكم من الأدوات والآتات الخشبية وسؤالها التاني كان كم من الغامات دمرت لصنع آتات بيتنا وآتات جيراننا وحينا ومدينتنا ولنجيب عنها سنقول لها دمرت غابات كثيرة وقطعت أشجار بكميات هائلة وتساؤلها الأخيرة كان ألا يمكن الاستغناء عن كل هذه المصنوعات الخشبية سنجيبها ونقول نعم ولكن يمكن ذلك بواسطة استعمال الأدوات البلاستيكية أو الحديدية أو عن طريق غرص غابات إصطناعية والاستفادة منها بدلا من قطع أشجار الغابة الطبيعية وبالنسبة للسؤال السادس للتوسع في هذه الأفكار إذن بالنسبة للتساؤل الأول جميع البيوت والمنازل فيها عدد كبير من الأدوات الخشبية وكذلك المرافق والمؤسسات بكل أنواعها وكل هذه الأدوات والآتات مصنوعة من خشب الغابة أو من خشب الأشجار التي قطعت من الغابة تتدمر الغابة عن طريق قطع أشجارها وكذلك عن طريق سلوكات بعض الأشخاص المتهورين كالحرق مثلا يكونون سببا في إحراقها دون أن ننسى الرعي الجائر الذي يسببه السكان المجاورون لهذه الغابات إذن بالنسبة للسؤال السابع بيت الطفلة فاخر أم متواضع؟ ما الدليل على ذلك؟ إذن بيت الطفلة بيت متواضع وذلك لأن جل الأدوات والآتات مصنوع من الخشب إذن ليس هناك دليل واضح أو دليل صريح يبين على أن بيت هذه الطفلة بيت متواضع أو فاخر ولكن من وجهتي نظري أن ما أراد الكاتب أن يقوله حول البيت المتواضع والبيت الفاخر هو أن يميز بينهم في آتات المنزل هل هي مصنوعة من الخشب أم من مواد أخرى أغلى من الخشب؟ إذن بالنسبة للسؤال الثمانية أعود إلى ما توقعته وأقارنه مع وقائع الجزء كنت قد توقعت في السؤال الثاني مضمون هذا الجزء إذن هل سأرى بعد قراءتي لهذا الجزء؟ هل ما كنت توقعته صحيحا؟ أم أنني توقعت أشياء لم يذكرها هذا الجزء؟ إذن كنت قد توقعت أن هذا الجزء سيتحدث عن آتاري العدوان والتخريب الذي يحدث للغابة وبالفعل لكن الكاتب حاول سياغة هذه الآتار عن طريق أسئلة والتي أجبنا عليها في السؤال السابق وبالنسبة للسؤال تسعة أقارن بين مضموني الجزء الأول والجزء الثاني إذن كنا قد تعرفنا في الجزء الأول عن مضموني والآن سنحاول أن نستخرج مضمون الجزء الثاني ونقارن بينهما إذن بالنسبة للجزء الأول والثاني هناك ترابط وتكامل بين الجزءين فالجزء الثاني يوضح التخريب والعدوان جراء صناعة الأدوات والآتات التي رأيناها في الجزء الأول إذن هناك ترابط وتكامل بين الجزءين من حيث المضمون إذن كل جزء يكمل الآخر إذن بالنسبة للسؤال عشر أصوغ الفكرة العامة لهذا الجزء سنحاول سياغة الفكرة العامة لهذا الجزء إذن طرحت مجموعة من التساؤلات لتوضح آثار العدوان والتخريب الذي يلحق بالغابة بسبب الحاجة لهذه الأدوات والآتات لاستعمالها في المنازل ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة عن طريق طرحها الطفلة للسؤال ألا يمكن الاستغناء عن كل هذه المصنوعات الخشبية وهذا السؤال سنحاول أن نجيب عنه في الأجزاء المتبقية إن شاء الله اشتركوا في القناة